أعلنت الداخلية المغربية ارتفاع ضحايا الزلزال إلى أكثر من 2800 وفاته وبحسب الداخلية وقعت غالبية الوفيات في إقليم الحوز يليه إقليم تارودانتا فيما وصل عدد الجرحى إلى نحو 2500 حالة ولم تصدر السلطات أي تقديرات لعدد المفقودين نظرا لأن معظم المناطق التي تضررت من الزلزال يصعب الوصول إليها ورصدت كاميرا الشرق الطريقة المقطوعة بسبب الانهيارات وجهود الإنقاذ في قرية تلات سيد يعقوب إقليم الحوز الأكثر تضررا بالزلزال كما رصدت كاميرا الشرق جهود الأهالي في استخراج ذويهم من تحت الأنقاذ بقرية تنيرت بإقليم الحوز بالنسبة لمرد خوية رغم الوالدة راحتنا في البيت دي راية ومرد خوية كانت تغسل في الموعة المعنى على حد عشيلا تعشو الوالدة مشاكلت نعس أخوية تهو اسمته أخوية وأولاده جاء من يتزعزادة اسمته اسمته أولاده الجوج نلقى من شاء الله نعند الله تبارك وتعالى نطلب الله سبحانه وتعالى ونشوفها ونتسمحوا معهم هي قصص الموت التي تروى فصولها عن زلزال المغرب دمار وركام وضحايا فيما من بقي على قيد الحياة يروي تفاصيل الكارثة يحاوطهم الموت من كل جانبا وإن ظلوا أحياء ذهول الصدمة لم ينجلي بعد فيجلس هذا المسن يفكر كيف تبدل كل شيء بثلاثين ثانية فقط مر الزلزال من هنا في مراكش قاسيا غابت الوجوه وبقيت لساعات الأصوات تخرج من تحت الركام أصوات لا تفارق سامعيها وإن خفتت فيأتي أحدهم ويعيد رحلة البحث عن من غابوا بما استطاع هنا قصة وهناك معاناة أخرى لمن سلك درب منزله رغم الحطام كذب الرجل عينيها وعاد من جديد ليلقي نظرة على واقع تمنه كابوسا يستفق منه على كل شيء يعود كما كان لكن الخيبة تبدد الأمنيات تقيلة هي الحياة هنا ووقعها على من نجى وحيدا وترك الزلزال على جسده ندوبا ستلازمه طوال الحياة كأيوب الذي كان له من اسمه نصيب الصبر الحزب الى حزب الـ 11 ونصف قريبا بهذا الأمر يستمتع إمتع الطريق عندنا حككة هنا نحن نسل في من هناك سنين وأعوام الله أعلم أنه تنتبه نحن حككك في حالة حككة أن نحن حكك في حالة حككة مثلا عندما يتنزع يخرج پعا وقد يخرج طراب من هذا الشكك يخرج الطراب وصبح الله قاد يتنزع يروي أيوب ساعات خوف وقلق مرت لكن أصوات من غابوا لا تزال حبيسة المشهد وإن لم تسمع فيما لحظاتهم الأخيرة أصبحت صورة من مشهد لم يتخيله أحد تلك هي الكوارث قاسية في كل شيء ربما لدقائق أو ساعات على من ظل تحت الركام لكنها أشد مرارة على من بقي حيا بذاكرة تقتله كل يوم ومعنا من مراكش مراسل الشرق أنسة عيش أهلا بك معنا أنسة أنسة حطنا بآخر ما وصلت إليه الجهود لانتشال الجثث وأيضا تقديم المساعدات للمتضررين نعم عبد الرحمن الجهود ما زالت متواصلة وتكثف فرق الإنقاذ بمختلف تشكيلاتها وعناصرها من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية جهودها كما شهدنا أمس بقرية 3 يعقوب هذه إحدى القرى المنكوبة التي دمرت بشكل شبه كامل تقريبا وقد كان السكان في بعض القرى عند بؤرة الزلزال يشتكون ويطلقون نداءات استغاثة لدفن ذويهم ممن يوجدون تحت الأنقاذ ممن قضوا حتفهم في هذا الزلزال وبدأت جثثهم تتعفن لم نستطع الاقتراب يوم أمس من مكان الذي تعمل فيه فرق الإنقاذ بسبب الرائحة العطنة التي تملأ المكان رائحة الموت اضطررنا إلى وضع كمامات تفاديا للرائحة وتفاديا أيضا للأوبئة التي يمكن أن تنتشر في بيئة كهذه عبد الرحمن آخر الإحصاءات التي تصدرها وزارة الداخلية إذا لاحظتم مساء أمس أصبحت تتضمن الإشارة إلى عمليات الدفن إحصاء من تم دفنهم من بين الضحايا وهكذا بدأت تتقلص يعني أعداد من لم يتم دفنهم من بين الموت كان هناك فارق في الإحصائية ما قبل الأخيرة بمئة إلى مئة وخمسين جثة لم يتم دفنها ثم تقلصت إلى أقل من عشرة جثة لم يتم دفنها بحسب آخر الإحصاءات التي أعلنتها وزارة الداخلية بالتالي جهود الإنقاذ متواصلة ما زالت الآمال معها قائمة عبد الرحمن بالرغم من مرور كل هذه الساعات كما أخبرنا مسؤولون في فرق الإنقاذ هناك تم انتشال بعض الضحايا وهم على قيد الحياة بالفعل والجهود تتكثف خاصة مع التدخل الجوي الذي تقوده القوات المسلحة الملكية عبر الطائرات المروحية كما شهدنا عندما كنا هناك نزلت طائرتان على الأقل مروحيتان حملت العديد من المصابين وكذلك الجثث سيارات الإسعاف أيضا لا تتوقف وإن كانت تعرقل وصولها الانهيارات الصخرية التي ما زالت تحدث على الطريق والمسالك المؤدية إلى تلك القرى المعزولة تتقطع الطرق لساعات يعني مسافة الساعة أو ساعتين من الطريق كنا نقضي فيها ضعف ذلك أو أكثر يعني نتقدم ببطء شديد فثم تتعطل الحركة بعد انهيارات صخرية جديدة ينزل الناس من سياراتهم ويتطوعون لإزالة الأحجار المتساقطة من الجبال التي ما زالت تتصدع وهي هشة وطبيعتها من الصخور الطينية بالتالي أي هزات ارتدادية أو ربما حتى حركة السيارات قد تؤدي إلى انهيارات جديدة صخرية يعني تتعرقل حركة السير تتقطع وتتوقف لساعات طويلة بحيث لا تستطيع حتى سيارات الإنقاذ وسيارات الإسعاف المرور إلى القرى المنكوبة كانت هناك هبة واسع عبد الرحمن من المواطنين المغاربة لتقديم المساعدات إلى القرى المنكوبة بحسب مشاهداتنا يعني بلغت مداها يعني حتى إنها تحولت ربما إلى عرقلة لجهود الإنقاذ الأولية شهدنا يوم أمس سيارات للإسعاف متوقفة لساعات سيارات لرجال الإنقاذ أيضا متوقفة ضمن طابور طويل يمتد على مدى كيلومتر أو أكثر والطريق التي لا تسلك منها إلا سيارة واحدة تتعطل بها سيارة مواطن جاء بنية حسنة ليقدم أيضا المساعدة لكن قد تتعطل سيارته المهترئة على تلك الطريق وتلك المسارك الوعرة فيوقف حركة السير لساعات ربما لدقائق كثيرة وقد تصل أحيانا إلى الساعة حيث تتعطل الطريق ما زالت بعض القرى معزولة هناك مناشدات الآن من بعض الجهات والمنظمات الإغاثية تناشد المواطنين أن يتكاتفوا وينتظموا في تقديم مساعداتهم إلى المنظمات الاحترافية التي تأتي بشاحنات مناسبة وتحمل كميات كبيرة بدلا من تكدس السيارات في المنطقة بحيث تعرقل وصول فرق الإنقاذ التي يعد عملها الضروري في هذه اللحظات مباشرة بعد فاجعة هذا الزلزال شكرا لك من مراكش مراسل الشرق أنسا أياشا ترجمة نانسي قنقر